إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمكم في بداية هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا صالح أعمالنا مشاهدي الكرام في اللقاء الماضي كنت أتحدث عن التفرق والاختلاف وأثر ذلك على الأمة وذكرت بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على ذنب التفرق والاختلاف وعلى وجوب وحدة الأمة واعتصامها غير أنني أكدت على أن وجوب هذا الاعتصام مهم ولكنه يجب أن يكون على كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعرضت في اللقاء الماضي لتفصيل ذكرته هناك ولكني أقول هذا الآن لأربط اليوم أو في هذا اللقاء ما سأذكره بما سبق أن أشرت إليه وأؤكد هنا مرة أخرى إلى وجوب الاعتصام بكتاب الله وأن هذا أمر أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولذلك هذه الحلقة سأتحدث فيها عن كراهية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للجدال والتفرق وسأذكر الآيات أو بعض الآيات الدلة على ذلك والأحاديث وسأعرج على أقوال أهل العلم أو بعض أقوال أهل العلم حتى من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين النبي عليه الصلاة والسلام كاره منا الجدال المفضي إلى التفرق والاختلاف وهو في ذلك يسير وفق منهج الله تبارك وتعالى في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ما أبينا هذه الآيات وما أجملها والله عز وجل في بدايتها يأمرنا بما نحث الأمة عليه بالاعتصام بهدي الله تبارك وتعالى بهذا الدين بالإسلام بالقرآن الكريم بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ثم ينهانا ربنا سبحانه وتعالى عن التفرق ولا تفرقوا ثم سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمه على هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل فيها والأمة مشتتة متنازعة مضطربة متفرقة ليس بينها رابط ولا جامع واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وهذه من أجل النعم علينا بعد الإيمان والتوحيد أن ألف بين القلوب وجمع بين المؤمنين وأذكركم بما سبق أن قلتوه في اللقاء الماضي وهو حرص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه على ذلك ومن أبيان الأدلة على هذا وأوضحها أنه عليه الصلاة والسلام لما هجر من مكة إلى المدينة المنورة كان من الأعمال الجليلة التي فعلها أن آخى بين المهاجرين والأنصار ليعقد بينهم من الألفة والأخوة والمحبة ما يجب أن يكون بين أهل الإيمان ولذلك قال فأصبحتم بنعمته إخوانا تذكروا أيها المؤمنون هذه النعمة عليكم أن جمع بينكم وألف بين قلوبكم ووحدكم على الحق فلا تتنازلوا ولا تتفرقوا ولا تتفرق بكم السبل يمينا ويسارا بعد أن أنعم الله عليكم بالاجتماع على الحق وحده وهذه من أجل نعم الله على عباده وقد بينا لنا أن الأمة كانت على شفى حفرة من النار فتفضل عليها وأنقذها منها ثم دعا الأمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن من هناك يا أهل الإيمان جهزوا قوافل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى يدعون الناس إلى الحق يدعون إلى الخير لا يدعون إلى أشخاصهم ولا إلى جماعاتهم ولا إلى أحزابهم وإنما الدعوة تكون إلى الله تبارك وتعالى وقد بينا ربنا هنا في قوله يدعون إلى الخير كما قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى من لا يدعو إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا قبيلته وإنما يدعو إلى الله وهكذا يجب أن يكون أتباعه من بعده أدعو إلى الله على رصيرة أنا ومن اتبعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعار هذه الأمة المباركة وبعض الناس يستخف بذلك أو يسخر منه ومن فع ذلك فقد ظل ضلالا مبين لأن الله عز وجل هو الذي أمر به أن تكون هناك أمة تأمر بالخير تدعو إلى المعروف تنهى عن المنكر ثم يبين لنا ربنا جل في علاه أن هؤلاء هم المفلحون وقد يتساءل سائل متى يظهر فلاح هؤلاء أو كيف نعلمه ومتى فقال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا في يوم الدين هذا في اليوم الذي يقف فيه العباد بين يدي رب العالمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه من الذين ستسود وجوههم فأما الذين سودت وجوههم الذين خرجوا على الحق وفرقوا الأمة إلى شاع وأحزاب أما الذين تبيض وجوههم فهم الذين اجتمعوا على الحق وحده ولذلك أسمعتكم من قبل قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقد ذكر ذلك الحفاظ كالإمام بن جريب والإمام بن كثير وغيرهما رحم الله تبارك وتعالى جميع أئمة أهل السنة والجماعة ذكروا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه في هذا اليوم يعني يوم القيامة ستبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة فتأملوا رحمكم الله تبارك وتعالى كيف أن الله تبارك وتعالى حث ودعا إلى الاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف بل إن الله عز وجل في كتابه برأ نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المخالفين المتنازعين المتفرقين فقال كما في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء برأ نبيه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين فرقوا دينهم وأصبحوا تكتلات وأحزاب على غير الحق لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله وفي الآيات السابقة أسمعتكم قول الله عز وجل ناهيا لنا ناهيا لنا عن التفرق والاختلاف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولذلك كانها النبي عليه الصلاة والسلام الجدالة المفضي إلى التفرق والاختلاف ودئافة الأمة اليوم الأمة اليوم وبعض من ينتسب إلى العلم لا يحرص على الألفة والجماعة وجمع الناس على الحق وحده وإنما يذهب به الشيطان يمينا ويسارا فيدعو لو دعا إلى الحق ولكنه يخلط ذلك بالحرص على أن تتفرق الأمة ولا أن تجتمع على الحق ويجب أن يعلم الدعاة أن الاجتماع على الحق وحده وأنه يجب عليهم أن يكرهوا التفرق والاختلاف كما كرهه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن لا يدفعوا إلى وجوده بحال من الأحوال ولكن إذا دعت الحاجة فعندئذ يمكن أن يكون أما دون حاجة إلى تفرق الأمة وتشتتها وضياعها فلا داعي للتفرق وإثارة الجدل المفضي المفضي إلى التفرق والاختلاف النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك كره هذا الجدال ودليل على ذلك أنه خرج ذات يوم على أصحابه فوجدهم يتنازعون في القدر أو يختلفون فيه والقدر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه سر الله في خلقه يعني علينا أن لا نخوض فيه أن نؤمن به وأن نرضى وأن نسلم وأن ندع بقى الجدال والتقصي والبحث عما لم يطلب منا ربنا سبحانه وتعالى بحثه أو الكلام فيه وما إلى ذلك حتى لا يؤدي ذلك إلى التفرق والاختلاف خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على أصحابه فوجدهم قد اختلفوا في بعض مسائل القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان شوفوا العبارة التي نقنت إلينا عنه صلى الله عليه وسلم أو فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من الغطر الرمان أحمر وكون الراوي يقول فكأنما فوقئ في عيني حب الرمان أن وجهه تغير وشابه حمره وذلك من شدة عضبه صلوات الله وسلامه عليه على هؤلاء المتفرقين المختلفين ثم نهاهم عن ذلك وزجرهم عن هذا قائلا أبهذا أمرتم يعني هذا التفرق والجدال المؤدي إلى التفرق والاختلاف هل أمرتم به تضربون كتاب الله بعضه وببعض وقد نهينا عن ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم بهذا هلكت الأمم قبلكم حتى نحذر من نسلك من سلك هذا الطريق ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى لقطع الطريق على المنتنازعين المختلفين المتفرقين أمرنا عند التنازع بأن نرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رب العباد في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله يعني عاقبة إن وقع النزاع والخلاف يجب علينا أن نرد الأمر إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه إلى القرآن الكريم والرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون بالرد إليه حال حياته أما لما كدت تختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا وقع بينهم أمر أو استشكلوا شيئا رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين ظهرانيهم بيّنه لهم وفصله ووضحه والتزموا بما يقول عليه الصلاة والسلام وبعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى الأمر بالرد إليه هنا يكون إلى صحيح سنته صلوات الله وسلامه عليه ولكن أود أن ألفت النظر إلى لفتة كريمة في الآية أن الله تبارك وتعالى أنبأنا وأخبرنا أن هذا الفعل أو هذا التصرف أعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمور في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم رد التنازع إذا وقع الخلاف والتنازع إلى كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من ضرورات الإيمان وأن من يفعل ذلك هم أهل الإيمان بدليل قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولنا فيهم أسوى وقدمة ويعني النبي عليه الصلاة والسلام حثان على ذلك والقرآن الكريم أثنى عليهم ونحن سنبين ذلك أيضا ونحن ندرس مسائل الاعتقاد بتفصيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانت تقع بينهم مناظرات ومناقشات ولكن كانت نفوسهم هادئة كانت نفوسهم طيبة كانت قلوبهم أوعية للعلم كانت قلوبهم أوعية للعلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الصحابة طبق وجيل لن يتكرر كانوا يتنازعون في المسألة الواحدة ويختلفون ولكنهم يبحثون عن الحق وطالما أن أمامهم هدف يرغبون في الوصول إليه ألا وهو البحث عن الحق فلا تقع بينهم من المجادلات والمشاحنات والخلاف ما يقع مثله في هذه الأزمان التي نحن فيها اليوم الصحابة كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة علمية مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم وربما اختلف قولهم في المسألة الواحدة ولكنهم لا يتفرقون وأود أن أضرب أمثلة على ذلك البعض يقول لا ده هم اختلفوا وتفرقوا لا أو لم تقع بينهم مناظرات أو لم يختلفوا في أمر من الأمور اختلفوا في مسائل يعني من فروع العقيدة وفي مسائل عملية كثيرة مثلا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في رؤية المؤمنين لربهم في الحياة الدني كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في الدني ودي مسألة سأتكلم عنها بتفصيل فيما يأتي بعد إن شاء الله تعالى أم المبنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها كانت لا ترى ذلك وقالت كما روى مسلم في صحيحه من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا وبعض الصحابة أخذوا بقول عبد الله بن عباس بعض الصحابة أخذوا بقول أم المنين عائشة ولكن لم تنقل لنا الأقوال أو التاريخ أو الآثار أنه حصلت بينهم مشحنات ومضاربات وسوء أدب عند وقوع الخلاف وعدم تقدير بعضهم لبعض وهذه مسألة من فروع العقيدة واختلفوا أيضا في مسائل في الفقه ولذلك يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين يقول وفي غيره من كتبه الخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط فروع ليه الأحكام العملية الأحكام العملية قال الخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط ولو أن كل اثنين اختلف في مسألة من المسائل تنازع وتفرق ما بقي بين اثنين اجتماع القض لا يمكن أن يستمع الناس اثنين يستمعوا على الحق لأن هذه مسائل كما قال رحمه الله أكثر من أن تنضبط والشاهد من كل ذلك أن نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كاره الجدالة المفضي إلى التفرق والاختلاف وأشير هنا إلى ما سبق أن ذكرته من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة جاءت في ذنب التفرق والاختلاف والحث على لزوم جماعة المسلمين وتأمر بها وتلزمنا بمنهج أهل السنة والجماعة نبي عليه الصلاة والسلام قال يد الله مع الجماعة أو على الجماعة ومن شذ شذ في النار وهذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أقول بصدق يا إخواني واجب على عموم المسلمين أن يلتزم أهل السنة والجماعة وأن لا يخرجوا على السلطان القائم وأن يحذروا التفرق والاختلاف وذلك بالسعي في ذوبان الأسباب المؤدية إليه أحيانا نشاهد بعض الناس بينهم توافق عجيب في قضايا جوهرية كثيرة ولكن الشيطان ينزغ بينهم وربما يكون البعض ليس من أهل الفقه والبصيرة في الدين فيندفع مباشرة لأقل خلاف إلى رأب الصد والدعوة إلى تفرق أهل السنة والجماعة وهذا للأسف الشديد وقع في الأزمان المتأخرة لقلة الفقه في الدين وأنا أدعو الله بصدق وإخلاص وأنا أتحدث عن ذلك عموم المسلمين من أهل السنة والجماعة أن يلتزوا بالحق وحده وأن يتمسكوا ويعتصموا بحبل الله لا أدعوهم إلى حزبيات أو جماعات أو إلى أمور تفرق صف جمع المسلمين وإنما أدعوهم إلى الحق دون خروج على المنهج الأصيل منهج أهل السنة والجماعة وسبق أن قلت وذكرت وأكد هنا أنما أنني عندما أؤكد على لزوم جماعة المسلمين لا أعني أن يلتزموا بينهم من التشتت والتفرق أو الخلافات المنهجية في العقيدة وغيرها شيئا لا لابد أن نستمع على الحق وحده الاجتماع على كتاب الله على هد رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وأكدت على ذلك فيما مضى والآن عندما قلت قول الله تعالى أو قرأت قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أردت من وراء ذلك أن نعتصم بحبل الله والحبل ورد فيه أقوال كثيرة قيل الإسلام قيل الدين قيل القرآن قيل السنة وقلت لكم يا إخواني في اللقاء الماضي أن هذه كلها أمور مقصودة للشارع فنستمع ولكن على القرآن والسنة على الحق وذكرت القاعدة الفاسدة التي عند بعض الجماعات المنحرفة ونقطها نستمع على ما استمعنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا باطل نحن لا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا اختلفنا في أمر مرجعيتنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الآن في الآية أو كما ذكرت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أنا أركز على ذلك حتى أوصل ما أريد بصدق وإخلاص وأرتضيه لأمة الإسلام كي ينتشر منهج الحق يا أيها الحريصون على الحق اجتمعوا عليه وادعوا الناس إليه ودعوكم من التفرق والاختلاف أنتقلوا بعد ذلك إلى أمل يتعلق بذلك وهو وجوب اتباع السلف الصالح واللزوم مذهبه أنا عندما تكلمت عن الاجتماع على الحق وسلوك الطريق القويم أود أن نؤكد من خلال آيات القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على وجوب اتباع ولزوم منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأبين أن هذا الطريق أن هذا هو الطريق وأن الأدلة دلت عليه أنا لا أتي في شيء من عندي أحمد الله عز وجل على أنني ألتزم فيما أقول بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة أهل العلم من الأئمة المشهود لهم بالفضل المعتبرين بين الناس طيب إحنا ذكرت كده عنوان الآن وجوب اتباع منهج السلف الصالح واللزوم مذهبين ما الأدلة على ذلك أبدأوا بقول الحق الكريم تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وسائق مصيرا الآية في صورة النساء ويا والله يا أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام لو تأملناها يجب علينا أن نخاف من الخروج على منهج الحق على منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إذا لاح الهدى إذا ظهر لك الدليل وقفت على البرهان تبين لك الحق فلا تخرج عنه ولا تشاق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن يفعل ذلك ويسلك سلوكا مخالفا لما عليه جماعة المسلمين قال تعالى من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين متوعد بعذاب الجحيم نوليه ما تولى نصرفه إلى ما ذهب إليه واختار طريقا لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولكن هو الذي اختاره ولكنه سيعاقبه الله عليه لأنه شذى عن جماعة المسلمين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن شذى شذى في المهر ولذلك قال نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وسلوك طريق التابعين هذه الآية تكون أو ربما تظهر وتتعلق بالصحابة أكثر سبيل المؤمنين الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام طب من جاء بعدهم من التابعين أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا أن نسلك مسلكهم وأن ننهج نهجهم وأن لا نخرج على طريقتهم ووعد عندئذ بالفوز العظيم والخير العميل انتبهوا إلى قول الله تعالى ونضمه إلى الآية السابقة التي ذكرتها الآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى انتبهوا إلى قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رب العباد يثني على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان يعني مطالبون نحن ومن كان من التابعين قبلنا بأن يسلكوا مسلك السابقين من المهاجرين والأنصار وأن يتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ومن كان الأنهار ذلك الفوز القضين قارنوا يا أبنائي يا إخواني بين البون الشاسع بين من شاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلك طريقا غير طريق أهل الإيمان وبين من اتبع من التابعين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ذكر الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن لزم مذهبهم وسار في ركابهم فهو الموعود بهذا النعيم العظيم بهذا الفضل العميم من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه هذه بعض آيات القرآن الكريم التي تحثنا على لزوم جماعة المسلمين طيب أنقل هنا أو أذكر هنا بعض الأقوال أو بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والملزمة للأمة باتباع سبيل المؤمنين انتبهوا ماذا روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شوفوا بداية الحديث يعني شاهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية لقرنه لقرنه لقرنين والفضل الذين كانوا لهم قدم صدق عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علام ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول التزموا بهذه القرون لأن فيها الخير العميم لأنه سيطرأ بعد ذلك على القرون المتأخرة طوارئ مخالفة للحق قال ثم يجيء أو ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينة ويمينه شهادته فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الشر سيقع في هذه الأمة بعد هذه القرون المتميزة بالخيرية والفضل وكأنه بذلك يؤيد ما قاله القرآن الكريم ويقول إلزموا منهج السابقين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان من هذه الأمة فهم خير الناس وأفضل الناس وأيضا يعني جاء في حديث الافتراق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هذه الأمة ستفترق جاء فيه في آخره أن المخرج فيما كان هو عليه صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام وأتباعه لما سيل عن النجاح قال على ما كان بداية حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود يقول اتبعوا ولا ولا تبتدعوا فقد كفيتهم يا أمرنا بأن نتبع أن نسلك مثلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أن نتبع هذا الخط أن نسير على هذا النجاح ولا نبتدع يعني لا نأتي بشيء من عندنا لماذا؟ قال فقد كفيتم هو يريد أن يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمة بحاجة إلى شيء بعده أبدا صلوات الله وسلامه عليه وهذا حق رب العباد سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين وتركنا صلوات الله وسلامه عليه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وإذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول والله ما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما النبي عليه الصلاة والسلام أرحم البشر بهذه الأمة هو نبيها أرسله رب العباد رحمة للعالمين ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه كان لا يترك مجال من المجالات والأمة بحاجة إلى لون من ألوان البيان إلا بيّنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولم يكتم شيئا من الرسالة ومن ذهب إلى ذلك كالروافض وذكروا أشياء كثيرة لا أود أن أعرّج عليهم الآن أو من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام خص آل بيته بلون من التشريع أو ما إلى ذلك كل هذا باطن نبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين واستجاب لأمر ربه إلي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بلغ وإلا وإذا لم تبلغ فأنت مخالف لأمر الله لك وحاشاه وهو أول المستجيبين لله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه فقد كفيتم نعم حقا قد كفينا بهذا النبي المبارك الحريص على هذه الأمة اعرفوا فضل الله عليكم بإرسال النبي الخاتم إليكم يا أهل الإيمان ولذلك اتبعوه خذوا بوصية عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتدعوا فقد كفيتم جاءكم النبي الأمي وبلغكم كل ما تحتاجون إليه وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول هذا القول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر بيبين منهج ومنهج الصحابة منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقول إنا نقتدي ولا نبتدي يعني نبدأ شيئا جديدا لا نختارع لا نبتدع وإنما نقتدي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلم ثم قال وَنَتَّبِعُ وَلَا نَبْتَدَعُ وَلَا نَبْتَدَعُ إذا سرنا على الحق والتزمنا بالأدل الأثر الوارد ما المراد بالأثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أقوال تبين الحق الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إذا اتبعنا الأثر وسلكنا هذا النهج وسرنا في هذا الطريق لن نضل أبدا بفضل الله تبارك وتعالى كلمات يليتنا نحفظها من هذا الحبر الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما اتبعنا الأثر لا يمكن أن يقع ضلال أبدا طيب نأتي إلى إمام آخر من الأئمة من أئمة أهل السنة من السلب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهو يقول قولا يسير في هذا المضمار قول الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا ده كلام جميل انتبهوا له أيها الكرام يقول الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة اصبر نفسك على السنة لأن الشيطان والفرق المختلفة المتبينة تدفعك إلى الخروج عن السنة والأمر يحتاج إلى صبر الثبات على الحق يحتاج إلى صبر خاصة عند ودقوع التفرق والاختلاف والبدع والابتداع اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم المرد بالقوم من؟ الصحابة رضو الله تعالى عليهم أجمعين يقول لك سلف من الصحابة اللي ربنا أثنى عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم فلا تتجاوز ما هم عليه لا تخرج عن أقوالهم ولا معتقداتهم ولا ما أتوا به أو التزموا به أمام ربهم وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه هم إذا لم يخوضوا في الكلام وفي الفلسفة وغير ذلك أو الابتداع وكفوا عنه فأنت أيضا واجب عليك ذلك ثم يقول واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه ختام جميل أيها الكرام لهذه الحلقة أقف عنده لنواصل فيما بعد حديثنا إن شاء الله عن وجوب لزومي واهتمام العلماء بسلف الأمة الصالحين أكتفي بهذا وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته